كان أحد رجال الأعمال عبوسا ولا يساعد أحدا لجأ إليه وكان يعاني من أرق شديد ولا يستطيع النوم وفشل الأطباء في علاجه ولذلك زادت خسائره وأحزانه وفي أحد الأيام وبينما كان سائرا بسيارته الثمينة في أحد الشوارع ضربت سيارته بحجر كبير من على الجانب الأيمن نزل الرجل من السيارة بسرعة ليرى الضرر الذي لحق بسيارته ومن الذي فعل ذلك شاهد الرجل صبيا يقف في زاوية الشارع فاقترب منه وأمسك به وهو يشتعل غضبا لإصابة سيارته بالحجر الكبير وقال له يا لك من صبي جاهل لماذا ضربت هذه السيارة الجديدة بالحجر إن عملك هذا سيكلفك أنت وأبوك مبلغا كبير من المال بك الصبي بشدة واعتذر للرجل ثم قال له لي فترة طويلة من اليوم أحاول لفت انتباهي أي شخص لكن لم يقف أحد لمساعدتي ثم أشار بيده إلى الناحية الأخرى من الطريق وإذا بطفل ملقا على الأرض وأضاف الصبي إن الطفل الذي تراه على الأرض هو أخي وهو لا يستطيع المشي لأنه مشلول ثم تابع الصبي كلامه قائلا أثناء ما كنت أسير مع أخي وهو جالس على كرسيه اختل توازن الكرسي وسقط في هذه الحفرة وأنا الصغير ليس بمقدور أن أرفعه مع أنني حاولت كثيرا أتوسر إليك يا سيدي أن تساعدني على رفعه لقد أصبح له فترة من الوقت هكذا ثم فعل بعد ذلك ما تراه مناسبا بسبب ضرب سيارتك لم يستطع الرجل أن يمتلك عواطفه فرفع الطفل المشلول من الحفرة وأجلسه على الكرسي ثم أخذ يضمض الجروح التي أصيب بها الطفل بسبب سقوطه في الحفرة ثم جلس داخل سيارته يبكي بعد أن دعا له الطفل وذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن يومها أصبح الرجل يعطف على كل مسكين وفقير ولم يصلح سيارته الجديدة بل أبقى تلك الضربة تذكارا عسى أن لا يضطر شخص آخر أن يرميه بحجر لكي يلفت انتباهه ومن يومها أصبح ينام نوما مريحا بعد أن تعلم كيف يقرأ الرسائل الربانية وقد عوضه الله بأرباح كثيرة بعدما تقرب إليه بالطاعات والإحسان للناس وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين عندما كان ضياء في العاشرة من عمره مات والده وتولت أمه تربيته وعلمته أمور دينه وعندما أصبح صبيا وأراد أن يعمل في العطلة الصيفية لينفق على أمه وعلى نفسه أوصته أمه بالكسب الحلال والبعد عن كل ما هو حرام فذهب للعمل عند ضاحي صاحب أكبر دكان بقالة في الحي بعد أن رفضه أصحاب الأعمال الأخرى لحداثة سنه وضعف بنيته وبعد شهر من العمل تأكد ضياء أن ضاحي يلعب بالميزان ويغش المشتري بعد أن يشغله في الحديث معه فذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار ثم قرأ عليه الآية الكريمة ويل للمطففين وشرحها له فغضب ضاحي وقال له كيف سأنفق على أبنائي إن عملت بكلامك ثم إنك تعرف بأنني لم أرض بك إلا شفقة على أمك المسكينة فإن كان بإمكانك العمل عند غيري فافعل بكى ضياء عندما سمع وصف أمه العظيمة بأنها مسكينة تستحق الشفقة فترك الدكان وعاد إلى أمه حزينة فأخبرته أنهما سينتقلان للعيش مع خاله بالقرية وهناك ظل يساعد خاله في الحقل حتى تخرج من كلية الطب وأصبح طبيبا مرموقة وفي أحد الأيام وهو يؤدي عمله بالمستشفى وصله تقريرا عن حالة خطيرة لأحد المرضى فذهب إليه ووجده يصرخ من الألم وعندما أخذ يدقق في وجهه تذكره إنه ضاحي صاحب الدكان فابتسم له واهتم به وعندما خف الألم عنه بعض الشيء ذكره بنفسه فبكى ضاحي وقال والله يا بني لقد دفعت ثمن غشي وخداعي للناس فمنذ عشر سنوات وأنا أعاني من أمراض كثيرة وكما ترى فقد تركني أولادي بعدما تقاسموا بينهم كل ما جمعته من حلال وحرام لأحاسب وحدي علي ليتني أعملت بنصيحتك ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين